تقول رجل جامع زوجته في نهار رمضان قبل 35 سنة بسبب جهلهم صامى يوماً واحداً فقط هل يجب عليهم أن يكفر أم الزوج فقط بعد تجاوز عمرها الستين وهما لا يستطيعان حالياً صوم شهرين متتابعين وحالتهم المادية لا تسمح بإطعام ستين مسكينة أختي أم حمود بارك الله فيك بالنسبة لمن جامع في نهار رمضان عليه الكفارة المغلظة وهي عتق رقبة الآن غير موجود صيام شهرين متتابعين لا يفطر بينهما اختياراً فإن لم يستطع إطعام ستين مسكينة ولذلك اخت الفاضلة تقولين بأن حصل جهل في السابق وما الآن أصبحتما غير قادرين على الصيام بسبب كبر السن الآن عليكم إطعام ستين مسكينة على الزوج ستين مسكين وعلى المرأة ستين مسكين إذا كانت راضية ومطاوعة له أما إذا كانت مكرهة مغصوبة لا ويظهر بأن من خلال السؤال ما كانت مكرهة ولا مغصوبة إذن كل واحد علي إطعام ستين مسكينة ولا يشترط في الإطعام لستين مسكينة لحظة واحدة يعني أنت أخت الفاضلة لو أطعمتي كل أسبوع مسكين كفارة عن هذا الأمر بعد فترة زمنية تحصلين أنك انتهيت من الكفارة ولله الحمد إن بعض الناس يفهم بأن ستين مسكين لازم لحظة واحدة وهذا غير صحيح فأسبوعياً أطعم اثنين ثلاثة وهكذا زوجك وإن شاء الله تنتهون من هذه المسألة اشتركوا في القناة